يرعى الهيئة العمى للسياحة والتراث الوطني مفهوما حديثا للسياحة يرتكز على تعزيز لا مركزية في الإدارة والتوافق مع رؤية المملكة 20-30 وتستهدف الهيئة للاتقاء بالمجالات التراثية والسياحية ذات القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير حزم متطورة ومنافسة من المنتجات والفعاليات المختلفة وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة فمن المتوقع أن تصل القيمة المضافة للقطاع إلى نحو 118 مليار ريال وبنسبة تتجاوز 3% من الناتج المحلي بحلول العام 2020 وفي ظل هذه الأرقام تفرض سياحة نفسها كلعب مهم في تنمية الاقتصاد تدعمها مزايا منافسة تزخر بها المملكة وهو ما تعاملت معه الهيئة بتطوير الكثير من الأنظمة وتوقيع العديد من الاتفاقيات في التوطين والاستثمارات السياحية والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وتسعى تلك الأهداف إلى مجابهة خفاض جودة المتطلبات السياحية وأسعار الإيواء المرتفعة وضعف الخدمات المساندة وقلة الخيارات المتاحة في وقت يستهدف البرنامج الوطني تحويل جهود قطاع السياحة والتراث الحضاري إلى صناعة مع إقرار الوجهات السياحية وبرامج التمويل وتطوير المسارات طمن استراتيجيات جاهزة للتنفيذ ترجمة نانسي قنقر